هنأ رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر الرئيس السيسي بمناسبة العام الثامن لتوليه الحكمة أكد جبر أن مصر دخلت في سباق مصري مع الزمن لإنقاذ الدولة من الانهيار وإعادة البناء والخطط الاقتصادية الطموحة وتحقيق نجاحات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب وضف كرم جبر أيضا أن الرئيس السيسي دخل رهانا ناجحا على المصريين والجيش والشرطة والقضاء وباقي مؤسسات الدولة واستطاع أن يعبر بالبلاد أزمات وتحديات كان من المستحيل اجتيازها لو للدعم والتأييد والاستفاف الكامل للشعب المصري خلفه